يمكن أن تصلي ستون سنة ولا تقبل صلاتك هل تعرف ما السبب؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يصلي ستون سنة ولا تقبل منه صلاته فقيل له وكيف ذلك؟ فقال رضي الله عنه لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة قيل كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون ويقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الرجل لا يسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لا هلك فسئل كيف ذلك؟ وقال يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا فأي سجدة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أخي الكريم أختي الكريمة بالله عليك هل صليت مرة ركعتين فكانت قرة عينك هل اشتقت مرة أن تعود سريعا إلى البيت كي تصلي ركعتين لله هل اشتقت إلى الليل كي تخلو فيه مع الله؟ يقول سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا أربع سنوات فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لنا فكنا نخرج ونعاتب بعضنا بعضا نقول ألم تسمع قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا فهل شعرت أنت يا أخي ويا أختي أن الله تعالى يعاتبك بهذه الآية؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لعظمة من عصيت لا تنسى مشاركة الفيديو واجعلها في ميزان حسناتك ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي